أيها الإخوة أشعر أحياناً أن الحاجة ملحة بكسب الرزق الحلال وقد تضيق الأمور بالناس وقد تعم البطالة أقسم لكم بالله آية في كتاب الله زوال الكون أهون على الله من أن لا تحق ومن يتق الله يجعل له مخرجة في الرزق وما ترك عبد شيئاً إلا أبدله الله خيراً منه ما ترك عبد شيئاً من حرام إلا أبدله الله خيراً منه لذلك أيها الإخوة بتقول فيه ظروف صعبة فيه ظروف صعبة بتقول الأعمال قليلة أعمال قليلة المكاسب نادرة نادرة في بطالة في بطالة في بطالة قل ما شئت ولكن هذه الآية تلغي كل هذه الأشياء بأي ضرور بأي وضع بأي وضع بأي معطيات بأي ضائقة ومن يتقل لها ومن يتقل لها يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسل تعامل مع الله مباشرة استقم على أمره وارفع رأسه وكن عزيزاً وقل يا رب أنت الذي قلت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه وأنا أسألك رزقاً حلالاً يا رب بالدعاء والعمل والحرك والسعي وأنا أخاطب الشباب شاب يحتاج إلى ثمن بيت يحتاج إلى دخل مستقر يحتاج إلى زوجه ليس له إلا الله ومن يتقل لها يجعل له مخرجة اكتب هذه الآية في صدر غرفتك تذكرها كل يوم ومن يتقل لها يجعل له مخرجة وزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين